السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد معكم كريمة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله قد نشارك معكم لماذلين كيجوا خفافين كيجوا رائعين كما كتشوفوا معايا كيجوا اسفنجين ناجحين 100% اذا تبعتوا معايا المراحيل والطريقة كذلك مع النصائح ان شاء الله قد نشحوا معاكم وكما كتشوفوا معايا القاوم دياله بدون حليب بدون يغورت كذلك بدون طرب كهربائي يعني واحد الطريقة اللي هي سهلة المقادير بسيطة متواجدة في كل بيت ان شاء الله كما كتشوفوا معايا هنا يا كنتمنى انكم تابعوا معايا الفيديو من الاول تلاخير ودائما لأول مرة كيشوفوا في القناة كنتمنى انه يشتركوا في القناة ويفعل الجرس اندوزوا المقادير وطريقة التحضير ويحتاجوا جديد الحبات من البيض سواء كانوا في تلاجة سواء كانوا خارج تلاجة يعني هادلي مادلين هادو ما كحتاجوش اننا نجبدو البيض من تلاجة من قبل كذلك عنا هنا يا كاس اللارب ديل السكر سنيدة ميو 있고 عاديل 120 كرام بالنسبة اللي خلص كاكاو خلص كس اللارب لانه مجرد جيش حلوه Bear ولي بغى اذا بديني انى micaسم الكيمية ديل السكر يمجد نصف كاس ديل السكر فقط هنا غاد ينضيف كذلك نصف كاس ديل زيت بعد خلط بيتات مع السكر من ضرور انك يدو السكر وفقط يعني Bisque الهم مرة ممكن انكم دفووا جميع المكونات دقو هنا نفس الكاس اللي عبرت به السكر والزيت يعني نفس الكاس عبرت به كاس ديال الماء كما كتشوفوه هنا يا مسا عملتش الحليب لان بالما كي يجيو خفافين بزا فحسن من الحليب وكذلك هنا بعد ما خلطت مزيان صافي كتشوفو هذا الرغوة من فوقي كيكونوا المكونات كاملين مخلطين مع بعطيتهم هنا كذلك غدي نضيفو الدقيق في الاخير بالنسبة للخميرة غدي نحتاجوه 10 جرام يعني غدي تعملو صرشية حمراء زائد 1-4 معلقة صغيرة من الخميرة بالنسبة للدقيق عندي الكاس اللي عينبه دائما كنقول لكم وكنحاول نعطيكم دائما العبر بالتدقيق كل كاس كيوزن 100 جرام هنا الخميرة غدي نضيف نصف دياله يعني 10 جرام كنحاول أنا نعطيكم جميع النصائح باش نجح معكم الوصفة هنا يعطي معرقة كبيرة ديال الكاكاو والمر من الأحسن تكون نوعية جيدة يعني حل نوعية اللي كتكون ديال صشية يعني النوعية ديال ايديال أو ممكن انكم تعلمو صشية ممكن انكم تعلمو تجول ديال صشية هنا صافي أنا غدي نخلط هذه الكاس ومن بعد غد نضيف الباقي ديال الدقيق اللي عيندي أنا غدي نقلكم في الأخير شحل صافي هنا غد نضيف كذلك الكاس الثاني ديال الدقيق هتوه كيوزن 100 جرام يعني هنا حاليا عملت 200 جرام مجوز لديال كيسان ديال النبه صافي كذلك غدي نخلط مزيان بالنسبة للقوام دياللي ماضلي كيكونوا شوية تقالي على القوام ديال الكيك العادي كما تشوفون هنا يرى القوام عندي خفيف كذلك غدي نضيف هنا نصف كس ديال الدقيق وبالنسبة للأخوات اللي ما غادش يعملوا الكاكاو هذيك المعالقة ليل الكاكاو اللي عملتوها غاد يتعاوضوها دقيق يعني إذا بغيتوا تعملوا النكهة عادية صافي كما كتشوفو هنا يا بعد ما كنحصلوا على هذ القوام كيكون شوية تقيل للقوام ديال الكيك العادي دائما اللي ماضلين القوام ديالهم كيكون شوية تقيل على الكيك العادي لأن هذي أهم حاجة في هذي الوصفة هذي هنا كنت كنوريكم لأنني استعملت جوج ديال الكيسان ونصف من الدقيق وهناك نوريكم كذلك بالنسبة للخميرة ضفت النصف ديال هذي الباكية هذي هذي كتكون فيها عشرين جرام يعني أنا استعملت عشر جرام كما كتشوفو القوام ديال الكيك هذا هو القوام دياله وبعد ما كنشكلو هذا كرقم ثمانية ما كيختفي شي ضغية ملي كيكون الكيك العادي كيختفي ضغية ضروري القوام دياله كيكون شوية تقيل يعني هذا هو السر الأول صافي كذلك هنا يسر تاني غادي نغطي وغادي نعملوه في تلاجة عشرات بقايق في المجمد إلا كان في تلاجة غادي من الأسفل تعملوه نصف صعد المقانة باش يبرد ضروري الخاليط ديالكم يبرد معاكم باش ينجح معاكم مية في مية يعني هذو الجوش ديال ما راحي لحنا دوزناهم من بعد غادي ندوزو الفرن صافي هنا يا بالنسبة هذي المول أنا استعملت هذي الكباتات العاديين ممكن أنكم تستعملو اللي كان عندكم توفر في البيت يعني هذو بساطين في نفس الوقت يعني في المتناول هنا عندي بيبيت شوكولة اللي غادي نزين به الخاليط هنا بعد ما اجبتو من تلاجة كما كتشوفو القاوم ديالو كيكون شوية تقيل كما كتلاحظو صافي هنا غادي ندوز مباشرة غادي نعمر هذي الكباتات هنا خرجو لي 12 حبا نيشان يعني مزيدة ما نقصة بنسبة القياس اللي غادي تعمرو فيه كيكون تولوتين يعني كتخليوا واحدة تولوت خاوي اللي باش غادي يطلع فيه الخاليط ضروري أنكم تخليوا الفارغ هنا بدلت الإناء اللي كنت كنخدم به هنا غادي نخدم به هالطريقة غادي تساعدني أحسن بالمعلقة بمعلقة شوية كتع الدب صافي هنا غادي نستمر حتى غادي نسالي كيميا اللي عندي كاملة فهذه الأثناء هذي بعد ما خرجتم تلاجة مباشرة كنشعل فران ضروري يخصو يكون سخون مزيان 220 دراجة أو 230 دراجة المهم يكون سخون مزيان 10 دقايق يسخون من قبل بعد ما غادي نسالي غادي نسالي غادي خلو الطوا دينا في الوسط يعني كنأكد عليكم الطوا في الوسط ماشي في الأسفل وماشي الفق مرة إذا كنتوا عملتوا 200 دراجة كتنقصوا النار 200 دراجة يعني كتنقصوا ض مروري من بعد درجة الحرارة تقريبا كي يتضيوا من 12 دقيقة ل 15 دقيقة كي تطيبوا في الوسط ملا أسفل وملا فوق يعني مشعول من الأسفل وملا فوق في مرة واحدة كما قلت لكم 10-12 دقيقة حتى ال 15 دقيقة لحسب النوع دي الفران كي تطيبوا من الأسفل وملا فوق دقة واحدة كيتشقوا كما شروعوا في الأول دي الفيديو كذلك بالنسبة للفران ديال الغاز اللي هو مهم كذلك كتشعلوا النار واحد المدة ديال 10 دقايق تكون لعافية شوية مجهدة ما كتكون ش النار متوسطة ك تكون مجهده شوية ضروري فران يكون سخون بعد ما كيسخون كنعملو هاد الطاوة ديال هادلي مادلين في واحد طاوة واحدة اخرى كندخلوها يعني في الطبق اللولانية طبعا كتكون العفية مطفية من الفوق ما كتكون شي مشعولة كنشعلو غير العفية اللي كتكون في الاسفل بالنسبة الفران ديال الغاز انفو كندخلوها كنشدو الباب ديال الفران كننقصو النار شوية كتخليوش ديك العفية مجهده كتجوز واحدة عشر اتنشر دقيقة كتشوفوهم انتفخوا يعني تشقوا صافي مباشرة كتخرجوهم كتشوفوهم مش طايبين كتحبطو من الاسفل ولكن كتنقصو النار وكتخليوها غير واحد دقيقة غير كيتحمرو شوية من فوقهم هو ما غادي شي بان فيهم التحمر لان فيهم الكاكاو ديك شي كم قولكم حاولو انكم غير تحبطو من الاسفل واحد دقيقة ديال مقانا ولكن ال مهيلة صافي غير كي طيبو كتخرجوهم كيكونوا طايبين مشقين مزيونين وكي ماشتوا معايا في الاول ديال الفيديو وكذلك بالنسبة للفران ديال الطوكي مغضلكم من عشر احترى خمستاشر دقيقة لحسب النوع ديال الفران مهم اهم حاجة عشر دقيقة اللولانية ما تفتحوش عليها الفران يعني هذا هو السر ديال هادو باش كي يطيبو وكي تشقو يعني كيكونوا هما باردين فران كيكون سخون يعني ديك البرودة مع ديك الحرارة كينتفخوا في حالة الشكل هذا كيما كتشوف وهذا هو اللون ديالهم الحقيقي في الاول ديال الفيديو انا كنت عاملة صح الواحد اخر يعني لحسب الاضاءة وغير تحت المكان ما كنتش يكن صور في الكوزينة يعني هاتك اعطاها هدك اللون البني الفاتح يعني كيبقى على حسب الاضاءة ولكن هذا هو اللون ديالهم الحقيقي وكي مشتوا معايا في بعض الصور يعني هذا غير توضيح كيما قلت لكم يعني كيبقى على حسب الاضاءة كتختلف من مكان مكان وفي هذه اللحظة اللي كنت كان صور الشكل نهائي كانت واحد الاضاءة ما شاء الله كيما كتشوفو هذا هما 12 حبة اللي خرجتلي وهنا كما كتشوفوا رات نشر حبة هي اللي عندي هنا يا اللي صورت معكم الشكل النهائي يعني هنا بعد ما كما كتشوفوا معايا قدي نوريكم الشكل ديالهم كيجيوا خفافين خفافين رائعين بزاف كنتمنى أنكم تجربوا هذا الوصفة لأن هذا الوصفة فعلا سهلة وبسيطة كما شو معايا يعني المكونات متوجدين في كل بيت واحتى اللي ما عنده شي مثلا هذا الحبيبة ديال الشوكولة ممكن أنكم تستغنوا عليها هما كيبقوا كتازين وكما كتعرفوا يعني الأطفال كيعجبوهم وكتير وانتيبه ديالهم ممكن أنكم تحتفظو بيهم في المجميد يعني من اللي تجبدوهم الفران غادي تخليهم يدفعوا شوية من بعد إذا بغيتوا تعملوهم في العلاج وتغطيهم مزيان أو ممكن أنكم تعملوهم في البلستيك الغذائي اللي غادي يكون محكم الإغلاق باش ما يدخلوش الهواء صافي كتعملوا في المجميد الساعة اللي كتبغوا يجبدوهم تحتاجوهم عفوان كتجبدوهم واحد ساعة من قبل كيرتابوا صافي ممكن أنكم تناولوهم أو تعطيهم الأطفال ديالكم المدرسة هنا غادي يكون وصلنا أخر الفيديو كنتم نعجيكم في فيديو وتبرتجو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وإلى اللقاء مع وصفة أخرى وصفة أخرى